هنأ الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف قدست البابا توادرس أثاني بابا الكنيسة الأرثوذكسية بمناسبة عيد القيام المجيد متمنيا للمسيحيين في مصر والعالم أن تعود عليهم هذه المناسبة بالخير والسلام وقال الأزهر في بيان اليوم إن فضيلة الإمام الأكبر أعرب خلال اتصال هاتفي مع البابا توادرس عن اعتزاز الأزهر بالعلاقة التي تربط المصريين مسلمين ومسيحيين والتي تنبع من الفهم الصحيح للدين مشيرا إلى أن علاقة المسلمين والمسيحيين تعد تكسيدا حقيقيا للوحدة والإخاء وأن هذه الأخوة ستظل دائما الرابط المتين الذي يشتد به الوطن في مواجهة الصعاب والتحديات